في الحقيقة أولاً يعني أشكر المجلس الوزر على الدعوة الكريمة لمناقشة ما جاء في الوثيقة وأنا يمكن يعني أثني بالحقيقة على الجهد العظيم المجهود المطلوب المفزول في هذه الوثيقة ويمكن دي من يعني يعني من عطفاً على وثيقة رؤية مصر 2030 أعتقد أن الوثيقة اللي احنا بصردها اليوم هي بتضع رؤية تنفيذية أكتر للأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 همتكلم على في سياق مهم جداً أن احنا الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة أصبحت تضع خطوط عريضة للعمل لكي لا يأتي شيء بالصدفة في الحقيقة ويمكن نحن النهاردة بصرد منقشة الخطة الاستراتيجية أو الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية أو التوجهات الاقتصادية في 2030 وبالذات في محور العمالة لأنني أشرف أنني كنت متحمل لها هذه المسئولية لفترة من الفترات عن تعليم الفني في مصر ويمكن مدخلية النهاردة في هذه الجلسة المسمرة جداً كانت تتعلق بأهمية الرطة الحقيقة بين التعليم الفني وبين التدريب المهني ولما نكلم عن وثيقة استراتيجية بتتحدث عن سوق العمل والقوى العاملة والفرص العامل نفسها لابد أن نتحدث عن التعليم الفني مرتبط بالتدريب المهني لأن المنظومة دي في الحقيقة في العالم كله لم تعد منفصل عن بعضها يمكن في مدخلية النهاردة أكدت على هذا المفهوم أنه لما نتكلم عن التعليم الفني والتدريب المهني لابد أن يكون الحديث متفق بين الفرعين لأنه في الحقيقة ما فيش تعليم فني بدون تدريب مهني وما فيش تدريب مهني بدون تعليم فني يصبقه وما فيش عمالة في الحقيقة مدربة ومؤهلة إلا لما يرتبط التعليم الفني بتدريب المهني ويمكن النهاردة مقترح إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب المهني في الحقيقة ده مقترح أنا يمكن كنت أكثر حد سعيد به لأنه عندنا دائما انفصال في الحقيقة بين التعليم الفني وتدريب المهني زي ما قلت فإنشاء هذه الأكاديمية وزي ما كان أنا في رأيي ومدخلتي اللي كلمت فيها يعني ركزت قوي على أهمية أنه هذه الأكاديمية المزمع إنشاءها ودورها المقترح يعني إنه هذه الأكاديمية تبقى جزء في الحقيقة متكامل مع التعليم الفني في مصر لأنه في الحقيقة هذا التكامل هو بس من شأنه إنه يخلق لنا أو يؤهل لنا العمالة المطلوبة لأنه دائما كان عندنا التعليم الفني لوحده والتعليم المهني يليه ودي مشكلة كبيرة جدا لكن إحنا لما بننشئ هذه الأكاديمية ولما نضع خطة واحدة متكاملة في الحقيقة لتنظيم هذه العلاقة بين التعليم الفني وبين التدريب المهني من خلال هذه الأكاديمية اللي تبقى مسؤولة مش بس عن تدريب القوى العاملة بعد ما يتخلص تعليم الفني لا داعزيني هذا البرنامج يوضع بحيث إنه هذه الأكاديمية تبقى جزء من الخطة التعليمية وتبقى جزء من برامج التعليم الفني المبني على العمل اللي هو بيسموه الwork based learning وده في الحقيقة التوجه العالمي دلوقتي إنه التعليم الفني بيبقاش في المدارس لأنه في الحقيقة عندنا بإشكلات كبيرة جدا في المدارس من ناحية الإمكانيات ومن ناحية المدرسين والمدرمين وكده إذن هذه الأكاديمية إذا يعني إن شاء الله تم تنظيم هذه العلاقة بين الأكاديمية وبين التعليم الفني طبعا في مواسطة سواجهات التعليم العالي أو التعليم لو تم تنظيم هذه العلاقة بحيث إنه الطالب ده اللي بيخش تعليم الفني يتم تدريبه في الصناعة سواء بقى كان من خلال التعليم مزدوج أو من خلال مدارس الكمالية الطبقية أو من خلال هذه البرامج المختلفة إنه في النهاية حيبع عندنا طالب متخرج من التعليم الفني مدرب جاهز لسوق العمل والتدريب ده نفسه بيتمي في مكان العمل نفسه ويمكن زي ما شوفنا عندنا مزج مهم جدا في مصر كنا كديمنا عنه قبل كده في مراحل عديدة إنه مبارك كول وكنا عارفين منظومة مبارك كول اللي بدأت باسمها تعليم مزدوج هذه المنظومة هي اللي قائمة عليها التعليم الفني في ألمانيا مثلا حسب المثال وبالتالي خلينا نثني مجددا على هذه الوثيقة ونثني على المجهود الضخم المبذول فيها لكن مهم جدا جدا نحن يكون هناك هذا التنصيق وهذا التناصق وهذا التناغم بين التعليم الفني وتدريب المهن في مصر مش بس من منظور القوى العاملة ولا سوق العمل لأ كمان من منظور جهات التعليم نفسها المسؤولة في الآخرة عن إعداد هذه العمالة من حيث التعليم الفني لأنه هذه الشراكة الوقت اللي أصبح العالم كله بيشتغل عليها الشراكة بين سوق العمل وبين جهات التعليم في إعداد هذه العمالة أصبحت شراكة مطلوبة مهمة جدا لا غنى عنها زي بيقولوا وأعتقد أنه العالم كل الوقت بيتجه نحو هذا التوجه المهم جدا في أنه هذه المسؤولية عن التعليم الفني وتدريب المهني تبقى مسؤولية مشتركة في الحقيقة مش بس مسؤولية التربية والتعليم ولا التعليم العالي في إعداد العمالة لا ده كمان سوق العمل أصبح مهم جدا أنه يشارك بفاعلية وبتحمل مسؤولية كاملة ممكن منصفة ويمكن أكثر جزء منها كمان على سوق العمل في إعداد هذه العمالة وتدريبها في الصناعة اللي بيسموه أنه التعليم الفني المبني على الطلب وليس التعليم الفني المبني على العرض زي ما كان بيحصل في كل الوقت وده لم يعد موجود دلوقتي في العالم التعليم الفني والتدريم المهني أصبح مبني على الطلب يعني لازم أبقى عارف والطالب اللي داخل التعليم الفني ده يبقى عارف هيشتغل فين بمهارات شكلها إيه والجهات المعنية نفسها سواء كانت جهات تعليم أو سوق العمل ووزارة التخطيط طبعا والوزارات المعنية لازم أعارفة كمان عندها تصور واضح للعشرين سنة اللي جاية الاقتصاد المصري بريح فين أنواع العمالة المطلوبة شكلها إيه عددها شكلها إيه توزيعها شكله إيه عشان كل حد داخل هذه المنظومة يبقى عارف بعد عشر سنين الولد لما يتخرك هيشتغل فين وهيشتغل بكام وهيشتغل بأنهي نوع من المهارات وأنهي مستوى من المهارات وإحنا عارف طبعا كلنا عارفين أنه سور السنة الرابعة بتتكلم كلها عن تعريبا نصف الوظائف ما كانش أكتر هيختفي في العشرين سنة الجاية وحيبقى فيه خلق لوظائف جديدة بمهارات جديدة لو لم نستطع أن نخطط من الآن لتوفير هذه العمالة حيبقى عندنا إشكالات كبيرة جدا في الستصمار أول حاجة في الناتج القومي نفسه اللي بيقوم على هذه العمالة في الأساس وبالتالي عملية التخطيط لمستقبل فرص العمل والعمالة والتوجهات اقتصادية أصبح أمر لا غنى عنه ولا مع الطرف وإنما أصبح شيء مهم جدا وده احنا صددوا النهاردة في هذه الورشة وأعتقد أن الورش ستتعدد في هذا الاتجاه لكي نصل في النهاية إلى وثيقة متكاملة يعني تخدم فرص العمل مثل المبدأ الأمة بيقول أنه ليس بس فرص عمل لا فرص عمل ديسنت جوب بسموها ديسنت جوب اللي هي فرص عمل كريمة يعني بمرتب يليق بالعامل وبظروف اجتماعية طريق بالعامل وبمجتمع أعمال كله قايم على هذه الفكرة البسيطة أنه تعليم فني والدريب مهني مبني على الطلب وبالتالي هذه طبعا عندنا مشكلة في مصر أنه عندنا العدد الضخمة جدا في الطلاب في تعليم الفني سواء في تعليم الفني أو تعليم عام لكنه بهذا التخطيط وبمثل هذه الوسيقة وبمثل هذا التوجه الاستراتيجي في الحقيقة في ضبط العلاقة بين كل أصحاب المصلحة أعتقد أن احنا هنصل إلى هدفنا إن شاء الله خلال المدة إن شاء الله ما زيتش عن خمسة سنين نقدر نحط منظومة واضحة تقدر ترسم خطوط المستقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة